المسلم دائما يتكلم بالصدق لا يتكلم بالكذب لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب نصر عافح السلام يهدي إلى الفجور وفجور يهدي إلى النار لابد أن تتحرص صدق تحرص ألا تتكلم إلا بالصدق حتى ولو كان مازحا يبتعد عن الكذب حتى ولو كان مازحا المترجم إلا أن وانات بنتمج وكتب الجبيل ماذا كنت؟ أعم إنه كنت تحرك في الحالة م وفقائت اشتركوا في القناة